لأول مرة منذ استعادة السلطة في أفغانستان رسم قادة طالبان الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه سيطرتهم على البلاد ووعدوا بالسلام في الداخل وحثوا العالم على تجاوز تاريخهم العنيف وبعد أيام من عدم اليقين في جميع أنحاء العالم بشأن السقوط السريع لأفغانستان في أيدي مجموعة اشتهرت بوحشيتها كانت كلمات المتحدث باسم طالبان ذبيح الله وحوله مجموعة من الصحفيين منهم نساء لمحة عن رغبة طالبان في تصوير نفسها على أنها مستعدة للانضمام إلى القوانين الدولية السائدة اتخذت طالبان منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لإرسال رسائل مطمئنة للعالم ودول الغرب على الأخص فنشرت مقاطع فيديو تظهر مقاتلين يلتقطون صور سيلفي ويسمحون للنساء بالتظاهر في الشارع وللوفود الأجنبية بالرحيل في سلام من البلاد كما ظهر أحد مسؤولي طالبان في لقاء تلفزيوني مع صحفية في صورة تعاكس أخرى نمطية اعتاد عليها العالم وتمثلت في قمع المرأة وشن هجمات دامية وتوفير ملاذات آمنة للمتطرفين هذا الوجه الجديد الذي قدمته طالبان والذي تزين بوعود حول التعددية السياسية وحقوق المرأة والأقليات لم يكن مقنعا للأفغان أنفسهم الذين ظهرت صور للكثير منهم يحاولون الفرار من البلاد بأي طريقة فور السيطرة على كابل تشكيك جاء أيضا على لسان الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال إنه تلقى تقارير مروعة عن قيود صارمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء أفغانستان ما إذا كانت تصرفات طالبان منذ توليها السيطرة هي علامات على انفتاح حقيقي أو صراع على السلطة يلوح في الأفق وتبقى الأعين شاخصة على أفغانستان وقادتها العائدين بصورة يريدها العالم مختلفة لين حصب الله العربية